أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو الثورة المديدة مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس وفي كلمته بمناسبة الدكرى السبعين لثورة يوليو أكد الرئيس السيسي أن الثورة استطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى للدولة وتغير وجه الحياة بشكل جدري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها تحل اليوم الزكرى السبعون لثورة الثلاثة وعشرين يوليو المجيدة التي مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس فقد استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جزري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيق حق الشعوب في تقرير مصيرها حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت راية الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والإفريقية والإفريقية ترجمة نانسي قنقر